اناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحضور حفل ختام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديد سبعين فاصل ثلاثة البحرين وشهد حفل الختام حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة أن تنظيم البطولة يتزامن مع مواصلة دخول مملكة البحرين مرحلة جديدة من عهد التطور والإنجاز في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى لتأكيد أركان الرياضة في المملكة ومدى تطورها المستمر وجعل المملكة قبلة للبطولات الرياضية القرية والعالمية وأعرب سموه عن اعتزازه والأسر الرياضية في مملكة البحرين بالجهود الحثيثة التي يبدلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مواصلة دعم القطاع الرياضي في المملكة والخطوات الرائدة التي تتخذها الحكومة الموقرة بإجعل الرياضة ضمن أولوية عمل الحكومة الموقرة مقدما لسموه الشكر والتقدير على رعاية سموه بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدية وأشر سموه إلى أن نجاح النسخة الثامنة من بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي تؤكد قدرة المملكة على إحداث فارق كبير في تاريخ هذه الرياضة العريقة وتنظيم نسخة استثنائية من كافة النواحي إضافة إلى المكاسب المتعددة التي تحققها مملكة البحرين على مختلف الصعود مقدما سموه شكره لكافة الجهات واللجنة المنظمة على جهودهم المبذولة في تنظيم نسخة مثالية مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات وتفضل سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة بتتويج أبطال الرجال والسيدات الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف الفئات حيث فاز المتسابق فينسانت لويس بلقب فئات الرجال المحترفين من فريق فيكتوريوس البحرين وزميلته في الفريق المتسابقة جورجيا تيلور براون حققت لقب السيدات كما تم خلال الحفل الذي أقيم في جزيرة الريف تكريم الجهات المتعاونة والشركات الراعية واللجنة المنظمة اشتركوا في القناة